وصل صوتك نسبة الثيقة عند التوينسة في كل سبر الأراء اللي صاروا متدنية جدا مثالتي نقاوك في المرتبة 27 انتي كنت رف مباشرة في الأزمة حافظ قايد سبسي في المرتبة الأخرى على 30 هو يجي نوم له 30 ما خلى حد وراه انتي 27 خميس قسيلة ما فميش فوزي اللومي ما فميش فوزي معاوية ما فميش بوجة معرميلي ما فميش عبد العز القطي ما فميش في الترتيب متاع 30 الأول البر كونتري ما دخلوش في الأزمة محمد الناصر بحكم أيضا مسؤوليته موجود ناجي جلول موجود سعيد العادي ما دخلش في المعركة موجود في المرتبة 16 هذو ما الأسماء الويلة يوسف الشاهد باعتباره ليس حكومة أيضا اليوم موجود دونك المشكلة محصر مرزوق مؤخر كيف كيف زادا موجود موجود خير منكم على الأقل في الترتيبة ما زادا الترتيب متاعه متأخر متأخر جدا دونك كل تقريب جي قبلك بمرتبة أولا الساعة ما عنده حتى مصدقية سيجمار يعني طرف في أغلب النزاعات ولا في البلاتويت ولا ما عندش عنده مصدقية سيجمار تنجم تشوف الك نتائج أخرى في نسبة في نسبة ما شوف أنت سليم الرياحي في الكاو شوفوا هنا سيجمار مع ترامي السي الزرقوني ما عادش محايد يعمل في يعمل في ديمونتاج اللي تساعده هو أصبح ترف في البلاتويت عنده رأي في كل موضوع وبالتالي وهذاك عليش موضوع تنظيم سبر الأراء يتحتم اليوم وهذه دعوة للنواب ويتقدموا بمبادرة لتنظيم سبر الأراء في العالم الكل معناها سبر الأراء منظم مش معقول اليوم شخص ترف في بلاتويت ترف في مواقف وكله يقدم كل شهر كل شهر معناها سونداج من غير ما يقدم طريقة العلمية ليقوم بها يتخاسم معا شخص يهبطوا يتقرب له شخص يطلعوا هذية لابد من هذية من ناحية من ناحية أخرى لسونداج نسبية وبالنسبة لي أنا ولا عمرنا ما قلنا احنا عنا طموحات متاع متاع قيادة البلاد ولا ولا قيادة ولا ترأس حكومة هو يختار في شخصيات يختار في السؤال وعنده توجهات وعنده المرامي متاعه ثم شخصيات ديما في المرتبة الأولى يغمها بطريقة ولكن الطرق متاعه ولات مفهومة من الأطراف الكل مالورزمو أنه القطاع هذية ما هوش منظم هو اللي طلعكم الويلة في الانتخابات وفي الصنداج ما قبل الانتخابات 2014 هو غلط ديما استق مرة لأنه كان قريب مننا وكل يوم في مقر الحملة الانتخابية وبالتالي يعرف التمشي كانت موجودة لدينا الأرقام وكل وهذاك عليش يلزم ليلاهي بسبر الأراء يكون محايد ما يحضرش في البلاتويت وياخو مواقف ما يكونش قريب من الأحزاب في كل مناسبة كان قريب لكم هوا كان في نيدا تونس في الفترة هذيك كان تقريباً يومياً موجود وهذاك عليش اطلع كان يخدم لي صالح الحزب مش لي صالح الحزب آما كان يعرف مطلع على التوجهات انتلاقاً لأنه في كل حملة انتخابية تعرف التوجهات وبالتالي يلزم اليوم يتحتم تنظيم هذا القطاع وانا ثم حتى الأمور هذه ما يشم سيبة ينجم العبد حتى بالقضاء يتطلع على على طريقة الاحتساب على البزدون كيفاش قاعد هذا يحسب وكيفاش قاعد يستعمل في الأسامي وفي الثمى فيها حتى تشويه لبعض انتجي تحط الناس المكروهين بغض النظرة على حافظ ياسي لذا بل انتخابات حطكم مرة مش مرة مش مرة خليني ما نشح سورتي دي زون ما نشحك آخر 2013 2014 انتو ما جيوا في المارتبلولة في الانتخابات جيتوا المارتبلولة هاو اليوم يحط في نداء تونس في المارتبلولة وبناء على ذلك وكل صندوق يحط وبناء على ذلك انتو ما قاعدين تبنيوا مش مستعدين تفرطوا في نداء تونس بالنسبة آه 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 حط السؤال نداء تونس الهيئة التسييرية موضوعيا خطر البلاد اليوم تعرف زوز نداء تعرف برشا نداء برشا حط ثلاثة متحطش نداء تونس في الهواء إذا كان جاء موضوعي اليوم فهمتني حط السؤالات كما ينبغي مسألة سيجما أصبحت تطرح موضوع في البلاد لابد من النقاش في